على بعد سبيع من بداية العام الدراسي الجديد صورة قاتمة تبدو في لبنان تصعب فيها عودت نحو مليون طالب وطالب إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من جائحة كورونا وأوضاع اقتصادية ومالية وسياسية صعبة نقلت على مدرسة رسمية من الصعوبات طبع البلد اقتصاديا تعلم عن بعض ما كانش فيه كتير تليفونات أو أجهزة وما كانش الانترنت كمانا مش موفر والكهرباء مش موفر في لبنان ربيع واحد من خمسة وخمسين ألف طالب لبناني اضطرهم الواقع المتأزم على كل المستويات إلى الانتقال من مدارس خاصة إلى مدارس رسمية خلال العام الدراسي الفائت هذه الأرقام رصدتها آخر دراسة لمرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت لفتت إلى أن الأزمة الاقتصادية العميقة تلقي بثقلها الضخم على النظام التعليمي في لبنان وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر على الاستثمار في تعليم أبنائها وبناتها كما كان الحال قبل عام 2019 فهل لبنان على أبواب انهيار القطاع التربوي؟ هناك شكوب بكيفية تقديم التعليم من ناحية نوعية التعليم وكمال في أزمة مرتبطة بهذا الموضوع هو يتدني الكبير برواتب المعلمين التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها بعد انهيار العملة الوطنية وعلى أرض الواقع صعوبات كثيرة تواجه العام الدراسي وتهدد استمراريته في مقدمها انقطاع الخدمات الأساسية ما في كهرباء ولا في انترنت ولا في مطير فهيدي أول شيء بدأ نوجهها بالسنة الجاي فنحنا منقدر نحضر حالنا بس كيف بده يتلقى هالتلميذ إذا ما عنده جهاز أو عنده شيء يقدر يتواصل معنا إذا المعلمين البعيد عن المدرسة كمان مش قادرين يوصلوا هذا كمدرس ككل يعني أمام هذا الواقع المتشائم يحذر المعنيون من أن تداعيات انهيار التعليم ستنتج عنه أجيال ضائعة ولن يكون بالإمكان التعويض عن الخسائر الحاصلة قبل مضي عقود من الزمن من بيروت جوانا نصر الدين رؤية